خير نروح مع حضراتكو لموضوع آخر احنا قريب جدا جدا للناس المهتمة كمان بالأفلام المتعلقة بالسوبر هيرز قريب هنشوف مسلسل شي هالك ده النسخة النسائية للبطل الخارق لو كان معروف هالك أو الرجل الأخضر مسلسل جديد من بطولة تاتيانا مسلاني بتدور أحداثه عن المحامية جينيفر وولتر اللي بتقوم بدورها مسلاني وهي بنت عم الرجل الأخضر هي بنت عم شي هالك بنت عم دهالك اللي ورثت قوته وصفاته دي نسخة نسائية من سلسلة الأفلام الشهيرة لذا هالك أو الرجل الأخضر هنستمت بها قريب جدا الحقيقة كمان أنه مارفل في فيس فور أو المرحلة الرابعة هي مهتمة جدا بالبطلات النسائية للسوبر هيرز أو الأبطال الخارقين بقى فيه بطلات خارقات وكان ليهم أفلام الحقيقة كمان يعني عديدة ليها علاقة بالسوبر هيرز النسائية يعني مثلا في بلاك ويدو في ميس مارفل ده كان فيلم وهيتعمل مسلسل كمان قريب جدا فيه ثور ثور كمان نزل قريب ثور فيه ناتلي فورتمان كمان هتعمل النسخة النسائية من ثور اللي كان طبعا هيامله كريس هيمسورث يعني واضح أنه جمانة مركزة جدا وعارفة لا فالسوبر هيرز وسيدات لازم أركز ما ينفعش موضوع ليه بعد فعلا يعني هم مشين بستراتيجي كده معينة وليهم فكر معين أن هم عايزين أن هم يبتدوا يرسخوا فكرة أنه فيه سوبر هيرز ستات أنه هم كمان السيدات هم كمان عندهم قدرة خارقة وأن هم يقدروا كمان يحققوا العدل بقى وينشروا الخير وكل الكلام ده مش بس مقتصرة على الرجال على سوبرمان وباتمان بالضبط بالضبط فهمك يعني موضوع مش معمول كده بالصدفة